سيامسة الخير وأهلا وسهلا بحضراتكم خلقة جديدة والسادسة تحياتي بداية طبعا لكل جماهير النادي الأهلي اللي بتابعنا النهاردة يعني الحقيقة خلينا أقول إنه زلزال ما كانتش أبدا مباراة في كرة القدم وإنه الخمسة اللي سجلهم الأهلي في شباك الزمالك هي أو هو زلزال بمقياس خمسة رختر لإنه الأصداء وتباعات اللي حصل في مباراة القمة ما زالت مستمرة معانا لغاية النهاردة وسريعا جدا عشان وقتنا عشان حلقاتنا فيها موضوعات كتيرة جدا أنا ما عنديش مانع أنك أنت تبيع الوهم أو تبيع المسكنات أو تخدر جماهيرك بأي شكل من الأشكال وتتكلم عن وجود المؤامرة الكونية وإنه الزمالك ممنوع من هو يعمل صفقات جديدة أو يقيد أسماء جديدة في خايمته رغم أن دي مش مشكلتنا أو مش مشكلة أي نادي منافس لنادي الزمالك دي مشكلة دفيلة عيبة بتشتكي من بقالها 12 سنة سعيبة نادي الزمالك لمشكلة تعاقب مجالس إدارات وسوق إدارة بكل تأكيد ومش مشكلتي كمان أنك تحاول تروج لفكرة أنه تم تفريغ الزمالك من نجومه وأنك أنت تضرب مثال بدأ بمصطفى محمد وبفرجاني ساسي على الرغم من أن احنا تبيعنا ومصر كلها تفرجت على السيناريو سيء جدا 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 استمر للشهور طويلة وكانت اللعيبة هي اللي عندها الرغبة في أنها ترحل عن نادي الزمالك ومعندي مشكلة كمان أنك أنت تبيع الوهم وتقول أنه فيه سوق استقرار إداري وأنه الإدارات المتعاقبة والليجان المتعاقبة مسؤولة مسؤولية مباشرة على الرغم من أن واحدة من الليجان دي تفعه ده حققت بطولة الدوري كان عندي كل الاعتراض على أنك أنت تتكلم على بيان النادي الأهلي تعليقا طبعا على تصريحات كابتن محمد عدل وإحنا تكلمنا في السادسة وقولنا لحضراتكم هنا إحنا مش مع فكرة التعاطف ولا الاحتواء لأن في النهاية الحكم جوى الملعب هو بمثابة قاضي المطلوب منه ودوره الأول ودوره الأهم ودوره الوحيد هو تطبيق القانون وضمان العدالة بين الفرقتين وده اللي ما حصلش بتصريحات كابتن محمد عدل فكون النادي الأهلي يصدر بيان مش بس عشان يتكلم على اللفات لكن كمان عشان يمنع تكرار ده ويتم أخذ ده في الحزبان في موسم لسه إحنا في بدايته أعتقد ده حق أصيل جدا لإدارة النادي الأهلي ومش من حق أي حد أنه هو يتكلم فيه أو يعترض عليه